اشتركوا في القناة في اجابة الاسئلة التي ترد مركز نون فيما يتعلق بسورة يوسف عليه السلام اليوم ان شاء الله تكون اخر حلقة في الدورة دورة علوم القرآن وان شاء الله في المستقبل يكون هناك دورة اخرى اذا البث المباشر المتعلق بدورة علوم القرآن هذا اخر اخر لقاء وكما قلنا هو اللقاء الخامس المتعلق باجابة اسئلة الاخوة حول سورة يوسف وللاسف الوقت لم يكن يتسع حتى تكون الاجابة لكل الاسئلة لكن هي الاسئلة التي اجيب عنها يعني ان شاء الله بتكون غطت المعظم الاسئلة التي وردت طيب الآن القرآن الكريم او نأخذ آخر آية الحقيقة في سورة يوسف ومنطلق منها يقول يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لقد كان في قصصهم عبرة لأولي لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه تصديق الذي بين يديه هون في هذا المقام بين يديه يبدو ان المقصود فيها الرسالات السابقة الرسالات السابقة اذا لاحظوا الآن كيف ختمت سورة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه اللي هو ايش الرسالات السابقة وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لقوم يؤمنون طيب الآن اذا الكرآن يتعرض احيانا لما ورد في الرسالات السابقة اذا يتعرض الكرآن لما ورد في الرسالات السابقة هذا الآن عند اهل الشبهات ممكن يكون مدخل انهم يقولوا انه القرآن الكريم اخذ من الامم السابقة فمثلا هاي في عندنا قصة يوسف طيب بقولوا طيب قصة يوسف موجودة في التوراة التوراة المزعومة يعني او ما يسمى بالعهد القديم في النهاية سورة يوسف موجودة وهيكل القصة سواء كان في التوراة المزعومة او في القرآن واضح انه كأنه لاحظها كأنه القرآن اخذ عن التوراة طبعا هذه من الشبهات اللي تجد تطرح انه هي التوراة سبقت وهي القرآن يتحدث اذا كان اللي بتكلم من اهل الكتاب بالذات النصارى في قضية هذه الشبهة فاحنا بنقول لهم انه اولا موجود في الانجيل في الانجيل الموجودة عندكم اللي بين ايدكم الانجيل الاربعة موجود قضايا تتعلق بامور وردة في التوراة وطبعا الجواب نعم موجود عدة قضايا موجودة في التوراة وموجودة في الانجيل طيب انتوا بتقولوا انه يعني الانجيل اخذت عن التوراة ولا انه المسيح عليه السلام باعتباره نبي ورسول تحدث في مسائل كانت موجودة في التوراة ماذا تقولون فاذا قال والله المسيح هو تحدث هو تحدث ولانه يعلم اصلا بالتوراة وغيرها فكان يتحدث بصفة ايش طبعا عندنا بصفة نبي ورسول عندكم بصفة ايش وما تقول وما يقال في حق المسيح يقال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اذا ايش بقصد انه المقدمة التي يبني عليها اهل الشبهات انتو تقدم بمقدمة تقول انه محمد صلى الله عليه وسلم مش رسول اذا مش رسول كلامكم تمام يعني هاي المقدمة اللي بتكم تقدموا فيها وكأنها مسلمة انه محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول طيب ممتاز اذا العقل بقول انه لابد ان يكون اخذ من التوراة او غير التوراة لكن اللي موجود بين ايدين التوراة بتقس قصة يوسف في معناته اخذ عن التوراة طيب واذا قدمنا بانه بمقدمة اخرى تقول انه محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول من الله رسول ومنبأ رسول ومنبأ بالوحي في ضرورة ان يكون اخذ من التوراة اذا وفق المقدمة التي نقدمها هل هو هل هو رسول وهو اصلا لو مكنش رسول الامر ما بيعنيناش من اصله مين اخذ من من مين القضية هو قضية انه هناك ادلة يقدمها المسلم على ان الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى اله وبالتالي لم يأخذ حتما انما من التوراة وانما المزعومة وانما اخذ من الوحي طيب ممتاز اذا هذا بدي اقشر اله لانه بعض الناس ممكن يقول لك مهيو موجود قصة ابراهيم عليه السلام وقوم لوط في التوراة ويوسف موجود في التوراة وزكريا ويحيا ويطيب اذا لذلك اخر آية هون برد اكرر لقد ختمت فيها سورة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن لاحظوا بالاول شو قدم ولكن تصديق الذي بين يديه طب اذا كان تصديق الذي بين يديه اللي هو رسالات السابقة اذا اذا كانت هذه الرسالات السابقة قد حرفت التحريف طبعا مش تبديل كامل اذا كانت الرسالات السابقة قد حرفت اذا يبدو انه لابد من تصحيح يعني القرآن لابد ان يصحح لانه تصديق تصديق للوحي مش تصديق لما حرف تصديق للوحي مش تصديق لما حرف لذلك الدارس الآن لما بيبدأ يقارن بين القصص اللي ورد في القرآن الكريم أو الذي ورد مثلا في الإنجيل أو في العهد القديم هذا من أدلة أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول إذا أخذنا المقارنات إذا أخذنا المقارنات والآن طبعا اليوم نجيب عن أسئلة لذلك مش رح نستفيد في هذه القضية ونبين كيف المقارنات هي التي تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول وموحى إله إنما الكرآن ينص على أنه يتحدث عن الأنبياء السابقين ينص ما فيش داع إذا أحد يقول طيب الآن هنا الحقيقة يعني سورة يوسف لو بدنا نطبع كل صفحة 250 250 كلمة تطلع تقريبا أقل من سبع صفحات 260 كلمة سبع صفحات أقل من سبع صفحات 250 260 سبع صفحات كل السورة طيب لكن لما بتنظر الآن في اختلافات كثيرة بين ما ورد في القصة في التوراة وما ورد في القرآن ومن ضمن هذه الاختلافات أمور لم تذكر في التوراة من أصله لم تذكر هون حبيت أسجل بعض الأمور على وجه السرعة بعض الأمور التي لم تذكر في القصة التوراتية الآن بديش أتحدث عن الاختلافات اللي موجودة لأنه قد يذكر ويذكر فيكون فيه اختلاف لماذا كان الاختلاف لا هنا الآن بضعطي فكرة فقط من أجل أنه للناس اللي بيحبوا يتابعوا يشوفوا الأمور التي ذكرها القرآن في القصة ولم تذكر في التوراة على فكرة مسألة النسوة قصة النسوة وقال نسوة في المدينة هذه مش مذكورة من أصله في التوراة المزعومة مش مذكورة من أصله مسألة النسوة بعدين لاحظوا دعاء يوسف مثلا عليه السلام إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إلى آخر طيب لاحظوها بعدين هذه من الأمور اللي مش موجودة طب إيش معنى مش موجودة لاحظوا القضايا المطروحة اللي مش موجودة ثم لما نجد يوسف عليه السلام في السجن يعظ قبل ما يعبر رؤية السجين هذا والسجين هذا وعظهم بكلام مش هيك يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أمن الله الوحد القحار ما تعبدون من إلى آخره هذا الوعظ قبل ما يبدأ إيش لاحظوا لاحظوا القضايا اللي مش موجودة في التوراة مش موجودة مش اللي بتختلف اللي مش موجودة طيب عم بوعظ بوعظ المساجين ثم نجد في حظة الملك لما النساء بيعترفن هذا مش موجود في التوراة لما الملك بيجمع النساء والنساء بيعترفن ثم يظهر في الكلام لاحظوا مثلا امرأة العزيز ايش قالت الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي طيب لحظوا الآن الكلام شوف الأشياء اللي مش مذكورة الشاهد والقميص اه مثلا الشاهد اه بالنسبة للقميص فعلا فيش شاهد لأنه القميص هي اللي بذكر الشيخ بالشاهد والقميص القميص هو بالنسبة للرواية التوراتية هو بيهرب منها وبيترك قميصه بيترك قميصه فهي بتأخذ قميصه وبتطلع تقول تعالوا هاي العبد العبراني جاء كذا وترك قميصه عندي وبتقول لزوجها شوفها ترك قميصه عندي وزوجها طبعا بصدق وعلى طول بزجنه بصدق وعلى طول بزجنه تمام أما هاي قضية قضية إنه قدت قميصه من دبر بعدين أجل شاهدها شاهدها من أهلها إن كان قميصه وكذا وكذا أرضو هذا مش مذكور مش مذكور بعدين مسألة اليوم الآخر واللي ورد في سورة يوسف بشكل عام ذكر يوم الآخر سواء كان يعني ولا أجر الآخرة ولا أجر الآخرة إلى آخرية وتكرر الكلام الوعد طيب المسألة اليوم الآخر مش مذكور بعدين قول هذه قضية مش مهمة لهو تشاور الأخوة برضو هذه تشاوروا لما قضيت السرقة فلما استيأسوا منه خلصوا نجية قال إلى آخره وتشاوروا تشاوروا بين بعضهم طيب برضو إرسال القميص إرسال القميص وإنه لما جاء البشير بالقميص وألقاه على وجهه فارتده بصيرة هذا برضو مش مذكور وإنه يعكوب عفعا عنهم ووعدهم بإن يستغفر إلا سبحانه وتعالى لهم ثم مسألة كيف ختمت كيف ختمت القصة أولا من جهة يوسف عليه السلام كيف يعني لاحظوا آخر كلام لأي يوسف عليه السلام في الآية 101 ربي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليجي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني ألحقني بالصالحين لاحظة ختمت بهذا الشكل طيب وليش شو كان بداية القصة لاحظة آلف لامراء تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصة بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله إلى آخره لاحظوا بمعنى أنت لما تيجي بتنظر ليش جبت أنا بعض الأشياء التي لم تذكر لما تيجي بتنظر في القصة القصة الكرآنية بتجد قضية قضية الإيمان وتوحيد الخالق والإيمان بالآخرة والجانب الروحي الروحاني والتفاصيل هاي كلها هون ما فيش طب مش منقول دين و الله و دين ما فيش إنما الكرآن كله كله عم بأسس عندك لاحظ لقد كان فيك قصصهم إيش عبرة إذن المقصود إيش إذن المقصود إيش المقصود إيش المقصود الإعتبار المقصود الإعتبار و أخذ الدروس طب إيش الدروس اللي بدأت أعطيها التوراة إذن أنت أنت بتجد الروح في القرآن الروح والإيمانيات والتوحيد متجلي تمام والموقف موقف موقف كله ممكن أن موقف يوسف عليه السلام كدوة تمام أنت هون بتقول دين وأنه من عند الله وأنه طيب مش شايفين وين الآخرة وين التوحيد وين العبار ما فيش طيب ومع ذلك نشوف قبل ما ننتهي من قضية المقدمة هاي اللي كانت ممكن ضرورية لافت انتباهي مثلا أنه من الأمور اللي بتختلف أو الجميع لافت انتباهه موضوع الملك وفرعون كل قصة التوراة كلها فرعون 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 لكن هون ملك ملك ما فيش فرعون وسبق قلنا ليه ممكن السبب بعدين الغريب أنه فطفار اللي هو هذا العزيز يعني بسموه ايش فطفار هم هم بشو بقوله فطفار خصي فرعون فانا بين بينكم يعني استغربت كيف خصي فرعون وإله مرأة كيف يعني خصي فرعون وإله مرأة بجوز أنا مش عارف هم يحلوها هم لأنه بوصفوه أنه خصي فرعون مش في موقع واحد في القصة اللي هو في فطفار اللي هو زوج المرأة يعني خصي متزوج يعني هم أصلا ليش كانوا يخصوهم مشان ما يكون لهش علاقة بالنسوان نلاحظ نلاحظ ويستخدر الملك والفرعون جوا هذا الزعيم برا هو عندهم طبعا هو شو اسمه رئيس الشرطة وخصي فرعون وخصي فرعون وعلى فكرة خلينا هون من ناحية على وجه السرعة بهم مش هذا استطراض هو على فكرة إذا انتبهوا إذا خصية طفل قبل البلوغ إذا خصية طفل قبل البلوغ مشكلة مشكلة بمعنى الكلمة وهي يعني إشي مرعب شو بطلع هذا الشخص إذا بعد البلوغ ولذاك مهمة مهمة الخصياتين قبل البلوغ على فكرة أو واحدة منهم هي بواحدة بتكفي بشكل قبل البلوغ إنها تكون موجودة بعد البلوغ بصير الأثر أخف حسب بعدين قديش عمره طب إيش خصي حتى يكون مدير شرطة على فكرة هذا أكيد مخصي يعني إذا كانوا لابد مش قبل البلوغ لأنه إذا بد يكون رئيس شرطة ورجل وإلى آخره مقاتل بيختفر بس اليوم بدناش نخد في هالقضية هاي هالقضية هاي وبعدين من الأمور اللافتة إنه فيش فيها فيش في قصتهم جمال فيكس في قصتهم جمال كلها حمير حمير والمسافة الآن من فلسطين ما هم أخوته حسب الرواية قصة قصة على فكرة إلقاءه في البير في منطقة نابلس يعني في منطقة نابلس حسب قصتهم ما هم في التوراه في منطقة نابلس طب إنت لما في منطقة نابلس بدك تقطع فلسطين وتقطع النقب يعني ثم تقطع سيناء ثم تذهب إلى المكان اللي كانوا فيه في الدلتا وبالذات شرق الدلتا طيب أكمية كيلو أكمية كيلو مين قال إنه حمير بتقطع هذه المسافات وإنت نازل بحمير شو بدك ترجع بستين كيلو خمسين ستين كيلو والخمسين ستين كيلو على فكرة شو بدهم يعني ميرا شو طعموك ميرا بعدين العجيب إنه في القصة عندهم في القصة عندهم إنه هم ميراجعين واحد منهم بحل يعني بأخذ من من فوق الحمار وبيعلف الحمار إذا أنا بدي يعلف الحمار من اللي فوقه مسافر أنا مئات كيلو مترات على الحمار وبيحمل أبو ستين كيلو وبقدرش يحمل على فكرة الحمار ستين كيلو يمشي مئات الكيلو مترات وزي ما قال بعضهم قال أصلا الحمار هذا كائن حضري هذا بتواجدش بالبداوة وجعب يكون من البدو البدو غالبا اللي بيغلب إيش الحمير بتكون موجودة شوية لكن هو الأصل إيش الجمال لذلك لاحظوا مثلا كل القصة عندهم فيش جمال كله حمير لا هو أصلا حيوان حضري ما هو يعني بدوي الحمار وإنما هو حضري دائما مع الحضر في الكرة والمدن ولا يصلح للسفر ولا يصلح للسفر مسافات أصلا بعدين أنت بالطعمه وانت راجع من فوق ظهره شو بده يوصل الحمار لما يوصل طيب لكن إذا بتلاحظوا الكرآن ركز على إيش آه قضية جمال كيلة بعير ولمن جاء به حمل برضو حمل بعير حمل بعير وكيل بعير ونزداد وكيلة بعير بشكل عمو لا العير آه لا العير القافلة اللي فيها سواء كانوا جمال أو أحصنة أو حمير هذه العير بشكل عام لا بس هون البعير اللي قضي حمله بعير مثلا بشيك ونزداده كيلة بعير وهذه تحدثنا فيها طبعا هنا لو بدنا نيجي مسألة الاختلافات هون بتبدأ تدرك الدقة إذن فعلا هو وحي عم بصحح إذن هو وحي عم بصحح بصحح أخطاء تمام لكن هذا مش مقامه الآن ولا يتناقض مع التاريخ ولا ليس فيه أي اختلاف أيوة أيوة الآن طبعا نكمل إن شاء الله في إجابة الأسئلة يا شيخ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ العليم طبعا هذا الموضوع ممكن يكون مطول لكن إذا بس نعطينا إشارة أنه البعض يعني استنتج منه لا يجوز طلب الإمارة فكيف طلبها يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم هون الحقيقة بخاض البعض في هذه المسألة هل يجوز بعض أقصد من المفكرين ومن أهل التفسير المعاصرين إنه هل يجوز طلب الإمارة على اعتبار إنه هون يوسف عليه السلام بيطلب الإمارة هاي واحد ثم يطلب الإمارة في حكومة كافرة والخلل في هذا الباب أولا أولا لم يبادر يوسف عليه السلام فيطلب أن يكون هو المسؤول عن الجانب الاقتصادي هذا جعلني على خزائن الأرض وإنما لاحظوا الملك لما فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين يعني الآن أنت فلما قال إنك اليوم لدينا مكين أمين يعني أنت مكانتك راسخة ومؤتمن على كل شيء قال له لاحظوا عنك يبدأ عشر اجعلني على خزائن الأرض يعني شكرا إلك أما إذن من اللي بدأ بالعرض الملك الملك مش يوسف بدأ بالطلب الملك هو اللي يوسف عليه السلام الملك هو اللي عرض قال له مكانتك اليوم أنت راسخ في المكانة ومؤتمن قال اجعلني على خزائن الأرض وهون هنا في قضية مصيرية تتعلق بشعب كامل وهو عنده لاحظة الملكات اللي هو عرضها قال إني حفيظ عليهم خصوصا إنه إيش إلها علاقة بعلم رباني ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما طيب الآن وفي عندك شعب شعب شعوب ممكن تموت في المجاعات قديمة خصوصا ما كانش يجي مساعدات من دول خارجية تمام بيموتوا بيموتوا بالآلاف والملايين طيب لا لا يخلف عليك اجعلني على خزائن الأرض بمعكسك هو قلل من أيوة إذن هو بالدهون مشان يقوم بواجبه في اتجاه البشر ها هو القضية قضية ثانية إنه كانت الحكم فيش أي دليل على فكرة صح هم عندهم شرك ما كانوش زي اليوم عندهم قوانين هذه القوانين يجب أن تطبقها أنت وبالتالي تتناقض مع شريعة الإسلام ، مثلا الشريعة персонаж ، اليوم، اليوم مثلا دول مثلا zietقنق قوانين تتناقض مع الشريعة الكاملة لأنه اي آخر شرا لكنixنا ما عندنا فكرة شو شريعة الملك ولا عندنا فكرة شو شريعة يعقوب وهل في تناقض بين يعني خصوصا في قضية إدارية تتعلق بجانب اقتصادي قضية إدارية تتعلق بجانب اقتصادي شهود تناقض تناقض في إيش وأصلا يوسف عليه السلام لما وجدت تناقض في قضية احتال كيف يعني كلمة احتال هاي المقصود إيش يعني حيلة شرعية كيف يعني لما أجل قال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين لاحظوا فقالوا له جزاؤه كذا هو بده يأخذ بده يأخذ إيش الحكم عند عند مين عند أولاد يعقوب عليه السلام إيش الحكم عندهم إذن هو ما أخذ حكم شريعة الملك ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا بشيك طيب لما وجد إنه ما بده يأخذ بهذا الحكم إذن كان هو حر ثم هاي قضية إدارية فإذن الخوض في القضية من أصله من أصله ما له معنى لأنكم ما بتعرفوا إيش شريعة يعقوب أنتوا قاعدين بتقيسوا على شريعة الشريعة الكاملة اللي هي الإسلام الشريعة الكاملة اللي هي الإسلام أنتوا لا بتعرفوا أنتوا بتعرفوا دين الملك إنه فيه شرك ها لكن إيش شريعة الملك إيش شريعة يعقوب فيه تناكض ولا ما فيهش بتعرفوش إذن كيف منخوض ومنقول إنه هل يجوز إنه أكون أتولى منصب لك لأنني راح أطبق شريعته أو إنه يعني أو في القضية الثانية ما يجوز لي أن أبادر بطلب إيش الإمارة لأننا نعطيها لا نعطيها لمن طلبها هذا بتصور بك فيه شيخنا نعم هناك بعض الألفاظ حبيب نقرد يعني وجئنا ببضاعة مزجاة فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز ومسنا وأهلا من طوح وجئنا ببضاعة مزجاة كلمة مزجاة نعم فلما دخلوا لاحظ الآن عليه لكن في المرات السابقة إذا بتلاحظ أيش كان على يوسف الهون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر إذن هم الآن بدوا على فكرة منكسرين منكسرين وقعدين بطلبوا الصدقة وَجِئْنَا بِبضاعة مزجاة إذن هم البضاعة اللي أتوا فيها قبل ما نقول شو معناة مزجاة إذن البضاعة اللي أتوا فيها غير كافية يعطيهم كيل وافي كيل وافي فجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيلة وتصدق علينا التصدق لأنه البضاعة اللي جابوها وقلنا أنهم بدوا بتعاملوا بالمقايضة البضاعة اللي جايبينها الآن مش زي البضاعة الأولى البضاعة الأولى كانت كافية إنه يعطوا بضاعة ويأخذوا الكيل الآن بدهم من أول عرضوا إنه إحنا البضاعة اللي جئنا فيها ما بتكفيش لأنهم هم طمعانين فيه ليش لأنهم هم أصلا مجربينهم ألا ترون لاحظ شو قالهم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين شوف شوف الآن كيف شخصية يوسف عليه السلام طيب إذن هما نيجي الآن لمزجاة إذن فهمنا أنه هي مقصود أنها البضاعة البضاعة قيمتها لا تكفي حتى يكون هناك كيل وافي اللي هم تعودين يخضوه أولا إيش يعني زجا مش هيك وفي القرآن إيش استخدمها كمان يزجي سحابا يزجي يزجي سحابا يزجي سحابا إيش المقصود على فكرة هو ما يلي هو الدفع برفق الدفع برفق بقصد إيش بقصد إنك تسوق الشيء يعني يمشي كمان مرة أنت ليش بتدفعه بتدفعه بقصد إنك تمشي الآن لما القرآن يقول يزجي سحابا إذن هو يبين كيف أنه هو في دفع ولكن برفق لأنه بعد ما يزجي إيش بصير ثم يؤلفوا بينه التأليف تمام إذن 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 يزجي بدفع برفق برفق ولذلك أنا بذكر زمان لما كانوا يكتبوا الرسائل زمان مش زي اليوم كله إنترنت والبريد الإلكتروني الرسائل ويودوها وكذا وفيها أشواق كن قال أزجي إليكم تحياتي شو يعني أزجي إليكم تحياتي يعني بسوكها إليهم برفق تحياته وهون مزجاه طب ليش البضاعة القليلة الثمن ليش هي مزجاه لأنه خليني هون يعني أسألكم سؤال أنتوا بدكم تشتروا أرض أو عقار ضخم أرض أو عقار ضخم مش بيحتاج لمعاملات طويلة عريضة وشهود ومش شهود وطابوا ومش طابوا هاي شغلة ليش لأنه قيمتهم كبيرة هاي شو بتجعله هاي بتجعله أنه في خطوات لانتقال الملكية انتقال الملكية الخطوات ايش بدها تكون مش بسيطة وحطياطات وعقود وشهود وطابوا موافق ومش موافق وفحص ومش فحص وجمارك ومش جمارك بشكل طب هذه لما تكون البضاعة ايش كل ما كانت ثمانها أكبر كل ما كانت ايش اندفاعها صعب ايش اندفاعها يعني انتقالها بين المتبايعين فيه اخذ رد وطول وصعوبة اما البضاعة البسيطة اذا بتلاحظوا الناس بطبيعتها ايش تستسهل دفعها لبعضهم لبعض دون اي انتباه هو في جدعي لشهود حتى القرآن ايش قال بالنسبة لقضية الاشهاد الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم خصوصا خصوصا لما يكون العمر ايش اذا من هون جات قضية انها مزجاة طب شو علاقة بالدفع والسوق برفق لانه البضاعة التي يعني هي رخيصة السمن غالبا تندفع بين الناس بسهولة وبتجد على فكرة تعال مثلا اليوم بتدخل على دكان بتجد كثير من الناس في بضاعة محددة بيجي الازبون هو بتناولها وبيضع الثمن وبيضل طالع لا يحكي مع الصاحب الدكانة ولا صاحب الدكان يحكي معها من كثر ما المسألة ايش بسيطة بس لو كانت بضاعة اه بدك تشتري مثلا الان كمبيوتر مثلا عنه هالفرقية مش كثير ثلاجة مش هيك او 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 تبدأ لا بتوقف معه فاذا هون مزجة بس هون في تذكرت الان اظن فيه ابيض شعر ممكن ما يكنش الشعر دقيق لما قال ضفضع بين مخلبيك تزجيه كالكرة اذا كان قصده تزجيه كالكرة يعني بتنقله من مخلب لمخلب برفق دقيق المعنى لكن اذا كان بقوة لا هذا مش تزجيه انت بات شو المقصود ضفضع بين مخلبيك تزجيه كالكرة تزجي اذا كان بلعب فيه شوية شوية برفق ماشي يعني بكون كلام الشاعر ايش دقيق هذا اللي درسته في الابتدائي ضفضع بين مخلبيك تزجيه شو اول بيته كنص البازو كبرة اه اه كنص البازو كبرة قالوا ائنك لأنت يوسف فكيف يعني كانوا عرفوه لسينة يوسف عليه السلام قبل هناك لم يكنوا عرفينه في المرة الماضية هو كان عرفهم لكن هون هم يعني دخل لهم شك كبير فانه يوسف عليه السلام او كان هم قالوا انه انه يوسف هون لما لما قلهم يوسف عليه السلام لأخوتهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه لحظهم في سؤال ولكن هذا السؤال بيقصد في تذكيرهم تذكيرهم بما عملوا هل علمتم يعني متذكرين ما فعلتم اخو كان جمه هو يبدو ان اخوه كان بجنبه انا بتصور ان القضية كالتالية ايوان لانه استخدم هذا كأنه قال بهذا الشكل انا يوسف وهذا اخي لانه اصلا اول ما دخلوا يبدو وجدوا معاه على العرش جالس ولابس ملابس كله تمام عجيب هو اللي سرق وابدي يسترق فالآن لما يكون اخوه بجنبه خصوصا انه امهم واحدة هم اولاد الام الثانية امهم واحدة فغالبا التشابه كوي خصوصا كبار الآن اثنين تمام بجنبه مش بعيد من اول ما يدخلوا بيبدأ الشك عندهم ليش قاعد بجنبه هو فلما قالهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم لاحظوا شو قال بعدين قالوا اه بعدين نجي هل قالوا فقال انا يوسف انا يوسف وهذا اخي هذا مش هذاك هذا اخي طيب اذا اول اخبار لهم بمجرد ما وجدوا اخوه بجنبه الآن على طول بيربطوا هل بدأ الشك الآن لما يجي يقول وانا لا استبعد لغة الجسد لا استبعدها انها حصلت اللي هي كيف يعني بهذا الشكل لاحظوا بدأ امثلها يعني اللي ممكن يكون هل علمتم ما فعلتم بيوسف و اخيه انتبهتوا كيف هل علمتم ما فعلتم بيوسف و اخيه قالوا وهون في طبعا قراءتين قالوا انك لأنت لاحظوا يستخدم النون المشدد ثم اللام انت كلا انت طيب ولا يا شاطرين كانوا يعرفتم من اول بعد ما يكلكم هل علمتم ما فعلتم بيوسف و اخيه واخوه قاعد في جنبه شو هالشطارة اه اذا اذا في كراءة الكراءة الاولى انك انك لأنت يوسف قال انا يوسف وهذا انا يوسف وهذا اخي اه وهذا طيب الكراءة الثانية ا انك لأنت يوسف هي طبعا فيها سؤال في كراءة ا ا انك لأنت يوسف لانه انا ممكن اوجه له سؤال في الوقت اللي انا عارف انه انه في يوسف زي ما وجه لهم سؤال هل علمتم ما فعلتم بيوسف لاحظوا اه اذا هذه قضية ايو القضية الثانية انه يبدو انه من همل المفاجأة ا ا انك لأنت يوسف ا انك لأنت يوسف معنى دير باك فيها صيغة سؤال برضو هي بس سؤال ايش خلاص يعني سؤال المقرر مش الاستفاد اه ايو فهون اذا ا انك انك نعم بعدين بعدين ما حدا بعرف شو عمله في يوسف الا يوسف ايو هل علمتم ما فعلتم بيوسف من اللي بعرف اصلا شو فعلوا بيوسف غير يوسف حتى اخوه بعرفش اللي جمه اي نعم اخوه بعرفش صحيح لطيف بعد ما حصل هذا اللقاء بعث معهم القميص الهبوا بقميص هذا لأن ولما فصلت العير قال ابوه مني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله انك لفي ضرار في القديم تلت أسئلة تلت أسئلة فصلت العير فصلت إنك لفي ضلالك القديم طيب هون في كتب التفسير موضوع فصلت أن القافلة خرجت وأبعدت عن مكان عن مصر أو عن البلد اللي كان فيها يوسف إذن شو معنات فصلت أن هي بدت ابتعدت عن القافلة وإن كنت شخصيا أرى أن المسألة ممكن غير هيك بس المهم نقول إذن شو المقصود فصلت العير إذن هي ابتعدت وخرجت من البلد اللي كان فيه يوسف عير بالعبري بلد عير عير ولم فصلت بس اللي فصلت هون العير مش انفصلت عن العير بس بالعبري إذن عير بردو البلد فهون هاي معنا فصلت وأنا رأي أرى غير هيك أرى القضية كالتالي أنه الطرق القديمة طرق الاتجارة كان فيه طرق على فكرة مهمة ومثلا كان فيه طريق من اليمن عبر الساحل ما شيط يوصل فلسطين جنوب البحر الميت فكان هون لاحظ شو يصير يصير تفرع قوافل تروح على غزة وقوافل تروح على بصرة الشام هذا كان طريق دولي في التجارة فنفس الشي بد يكون أو الشي نفسه من مصر لفلسطين فيه طريق رئيس طيب هذه الطرق الرئيسة طيب وهي ماشية وإحنا ماشيين الآن في القاف اللي فيه مثلا بني فلان بني فلان هذول من هون الآن لابد من هون يفصلوا على الطريق الرئيس يروح وين ل بلدهم قديش تبعد بلدهم خمس كيلو ستة كيلو عشرة كيلو عشرين كيلو عن الطريق الرئيسي فيبدو أنه موضوع الفصل هذا اللي كانت تحصل أصلا في القوافل أنه هم ماشيين القوافلة تبدأ تصغر كيف تصغر أنه لما وصلوا مسافة معينة فصلت جزء من العير بعدها فصل بعدها فصل هون يبدو أنه في الأماكن اللي كانوا عايشين فيها يعقوب عليه السلام وأهله طبعا هي بدأت تكون بعيدة عن الطريق الرئيس تمام هو أنت بدأ يشعرك يقول أني لأجده لما العير فصلت إيش فصلت يعني غادرت الطريق الرئيسي في اتجاه قداش بتبعد خلينا أفترض أنها بتبعد عشرة كيلو مثلا عشرة كيلو مت هو إيش قال يعقوب عليه السلام قال ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون استخدم عباء استخدم الفعل المضارع إني لأجد إني لأجد لحظة شو معنى لأجد يعني قال للي حوله إني لأجد يعني طيب ما ذا بتكرر بتكرر الوجدان بتكرر الوجدان ليش ما حكى من أول فيه إشي محذوف هون عفكرة شو هو كأنه بدوا قلهم هيك إني تكرر لدي الوجدان ريحت رائحة يوسف وثكتت وما أخبرتكم كنت خايف إنكم تفندوني هل كانت بعدين يجي لتفندون إذن إذن إني لأجد لأجد لو لا أن تفندون لو لا أن تفندون كان إيش لما يكون الشيعة فكرة مفهوم من السياق ما كثير في اللغة العربية لما يكون الإشي مفهوم من السياق فيش داعي تذكروا هذا من البلاغة أصلا يعني كأنه بدوا قلهم لو لا أن تفندوني تفندون مشيك لا أخبرتكم بس يعني ليش ما استعجاج طالما إنك إذن كل ما كانت تقترب بالقافلة يبدو يقوى 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 طبعا هذه قضية ريح يوسف تنسوش إنه يعني كان يضم ابنه إله وكان طفل وتفاصيل كيف لما الله سبحانه وتعالى ما هو نبي لما بدأ يشعر بهذه الريح اللي هي تذكره بمين بيوسف تذكره بيوسف وأوجدها الله سبحانه وتعالى إني لا أجده طبعا لما نتكلم عن نبوة انتهى ناش نقعد نفسر زي ما بصير معنا تمام ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجده أجده طيب شو أجده لو لا أن تفندون يعني كان أخبرتكم طب إيش تفندون هل قد أولا لما تقول فلان فند كلام فلان يعني أولا أثبت عدم صحته وقال أنه خطأ بشيك التفنيد تفنيد الكلام يفرض أحد كاتب يكتب أمور فأجد أحد فند كلامه شو يعني فند يعني دلل على عدم صحة الكلام ودلل على أن فيه أخطاء وفي الأصل هو الفند فيه تقريبا خرف كيف لما بيبدأ الإنسان بكبر في السن بكبر في السن و بيبدأ يكثر خطأه ونسيانه لاحظوا بيقوله خرفان اليوم بيقوله مزهمر اليوم بيقوله مزهمر أزهايمر زمان خرف تمام إلو علاقة بالك إزهايمر بالخرف نفسه آه فهون فهون إذن هو منين جاء هذا قضية أنه مش صحيح وأنه خطأ يبدو في الأصل إلى علاقة بالخرف نتيجة كبيرة أنه السن كبيرة وغالبا الي عنده خرف بيكثر خطأه يكثر خطأه فإذن هو كان طب من هذول على فكرة مين هذول اللي حوله اللي حوله لما قال مش أبناؤه هذول اللي حوله مش أبناؤه حتما لأنه أبناؤه وين موجدين في القافلة كلهم عدا يوسف بشيك كلهم في القافلة جايين بما في الإبن الكبير وبما في ممكن بن يمين وعتوني بأهلكم أجمعين فهون معناته اللي عم بيقولوله هم الكناين مثلا زوجات الأبناء بعض الأحفاد من الذكور أو إناث مين اللي حوله ندريش الآن لكن واضح انهم من مين من نسله من الظرية أو النسوان الأولاد أما مش الأولاد لأن الأولاد على فكرة الأولاد كانوا أحن في عباراتهم الأولاد شو قالوا طالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين يابوي بتهلك هذه مين بقولها يابوي بتهلك شوفها هذول مين هذول الأولاد المباشرين في إشفاك لكن هالزغابة أو كذا والأحفاد اللي بيبعدوا شوي بيكونوا أجرأ صاروا وأدبهم مش كثير بشيك بيكونوا فلذلك الموجودين حاولوا شو قالوا له طالله إنك لفي ضلالك القديم أما الضلال وصفوه إنه قديم لأنه هما الآن معايشين عايشين معا ومدركين إنه هو يعتقد يفهموها يعتقد إنه يوسف حي يرزق وأنه سوف يعود مش هم اللي فسروا الرؤية ولا جزء يعرفوش في الرؤية من أصله ها هذول إحفاد ها ف أنه يوسف يوسف إله سنين عشرات سنين يوسف ما فيش خبر فإنت ضلالك القديم من يوم يوسف ذهب لليوم وتدقل يوسف أنت عماشي والضلال نعين أو بدأ قسمه أقصد ضلال كيف لما قال الله سبحانه وتعالى وجدك ضالا فهذا آه لأنه رسول كان باحث عن الحقيقة وبدو يعرف الطريق فإذا هو ضلال نتيجة إيش لا يعرف تمام هذا هذا لا يؤخذ عليه الإنسان هذا الضلال وفيه ضلال عن سبق إصرار من كله من هون الطريق الحق وكلك هو من هون أكيد وبتلقي إيش ذهب في الطريق الآخر هذا ضلال يؤخذ عليه الإنسان فكلمة ضلال ما تخدعناش نظن يعني أنه دائما هي حكم بأنه مؤاخذ لكن لا أنت على القصة القديمة اللي هي أصلا مش صحيحة أنت على القصة القديمة اللي مش صحيحة نعتقد أنه يوسف حي يرزق وما فهم ليش من كثر ما بتحبه من كثر ما إلى آخرين ووصل إن شاء الله نعم مارك الله ها ورفع أبويه على العرش وقر له سجدا هنا أبو كانت في الرؤية السجود هنا يعني شو الاحترام ورفع أبويه على العرش إذن أخو تضل تحت شوي تحت هو إذن جالس في مكان مرتفع زي ما هو معتاد في مجالس القضاء أو مجالس الكذا الأخير وخصوصا أنه هو المسؤول فهو إذن في مكان مرتفع فرفع أبويه على العرش طبعا هذا من احترام مين وأخوته تحت وخروا له مين الجميع بما في الأب والأم الآن هو اللي رفع أبويه هو هم اللي سجدوله مش قال سجدولي لا هو رفعهم وكرمهم فأخوته وأبو أمه سجدوله الآن ورفع أبويه على العرش وخروا له سجد الدليل إلى أنه أبو أمه برضو سجدوا مع أخوته لاحظوا وخروا له سجد وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا لأنه في الرؤية شو شاف 11 كوكب طيب هاي الأخوة والشمس والقمر هاي أبو أمه رأيتهم ليساجدين إذن مين مش مس الأخوة كلهم ومن هنا من يجي الآن لموضوع لموضوع السجود أولا ما حكم السجود ما حكم السجود السجود ليس له حكم وإنما حتى حتى نقول ما حكم السجود كل أي سجود بدك يعني ممكن أنا أزجد لطفل يركب على ظهري مشان ألعب أنا وياه وأصير أتذلل له أتذلل له فبتجد أنت كثير من الأباء أو الأجداد بتجد بيركبوا الأولاد الصغار على ظهورهم وبصيروا يمشوا فيهم أو ممكن مثلا يتخبى الطفل تحت تتخذ فتطلع أنت وتصير تلعب معه طيب شو دافع هذا شو دوافع هذا الزل هذا الزل هذا الزل الرحمة واخفض لهما جناح الزلي من الرحمة طيب بهم مش بجوز تضحكوا أنتو طيب أنتو دخلتو يوم على بيت وجدتو الجد عامل نفسه كأنه داب بيركب عليه الأحفاد وبمشي فيهم على أربع بلا هذا الموقف لطيف ولا مش لطيف بيستحمن كم الاختيار لا لكن إذا دخلت في يوم الأيام فتحت باب المدير وإذا هو راكب على السكرتير وإذا المدير عامل السكرتير زي الحيوان شو رايكم هذا زي هذا هذا المعنى زي هذا المعنى آه فإذا كان السجود فيه أي معنى من معاني العبادة واضح أنه لا سجود إلا لله هاي كلنا شو معنات أنه السجود ليس له حكم أصلا حتى تقول لي أي سجود سجود الذي فيه معنى العبادة والله لذلك عمر الخطاب على فكرة رضي الله تعالى عنه لما قد مشان يعلم الناس لما قدموا قبل الحجر ما هم كانوا قريبين الناس من العبادة الأصنان مشان يفهمهم ما القصد الآن من تقبيل سماعهم عمر بالخطاب أني لا أعلم شو يعلم أنه هذا حجر لا يضر ولا ينفع لا يضر هذا المطلوب أنت بتقبل يا عمر بخطاب الحجر ريش أيوة إذن شو اعتقادك في الحجر اعتقاده أنه لا يضر ولا ينفع قبل ما بدك هل كتب تجد بعض الاميات بتستشهد ابنها بتحتفظ في ملابسه في الخزانة كل يوم والثاني ما مشوفها إلا بتمسك هالقميص ويابني طب هذا قميص شو دافعك للقميص والله إذا قميص يعتقد أنه القميص الذي عندها مثلا صلب فيه المسيح لا هذه ما بجوز اعتقاد باطل ثم أنت بتتعبدي لكن هذه ابنها تشهد وبذكرها بابنها وتحتضن وبتشم الريحة ريحة الابن فيش شكال بقوا زمان لما تجيهم الواحد لاختيار رسالة ابنه اللي 20 سنة يتلقي مسك الرسالة وإيش وقبلها وعلى راسه ويابني طيب نجي نقول عنه وصني لا ما هو فاهم شو الرسالة هاي هاي هو مش قصده هاي تذكره فهون اه اذا ما نكونش احنا لابد ان نعرف دائما ايش الهدف من مش بس السجود اي فعل اي فعل نفعله في مواجهة الاخرين انت لما ذليت ليش ذليت له ليش ذليت بقول لك انا ذليت هذا اختيار وكذا وقدم علي وبدأ يسفه وبعصاته يضربني وكله لا هي حج لا هي اختيار طب هذه هذه اخلاق شهم هذا اما في مواقف ثانية ما بيقبلوها الناس منك تذل فاذا هون الناس ما متحسسوش من موضوع خروا له ساجدين اذا طريقة طريقة في الاحترام طريقة في التقدير والاحترام شو القصد الاحترام فقط او احيانا لاعتراف اعتراف مثلا ممكن يعملوها بعض الناس اعتراف بالذنب او اعتراف بالفضل طيب ولكن ما فيه اي تقديس ما فيه اي تقديس تمام اذا ممكن كافي هاي من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي كلمة نزغ اه من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي هو على فكرة النزغ هو كأنه إلقاء فساد وشر فيه في شيء هون بين إذن هو عنده الأخوي أجل الشيطان ألقى شوف نسب شوف كأنه هذا نوع من الاعتذار حتى الأخوي بنبسطه على هالطريقة أنه يعني أخوتي هو الشيطان اللي ألقى بيننا الفساد والشر اللي ألقى الشيطان الآن ولذلك الكرآن إيش قال كمان في موضوع النزغ ينزغنك من الشيطان إذن هو مش ضرورة يكون بين ممكن ينزغ في القلب يعني يلقي في القلب الشيطان يلقي في الضمير يلقي في الوسوسة ينزغ بينهم في الإسراف ينزغ بينهم بيكون معنى في طرفين إذا بين أو في أطراف بينهم لكن مرات النزغ اللي هو الشر والفساد ممكن يكون في القلب أو في الذهن والإدراك بالوسوسة أو ما شابه ذلك النزغ يعني هو الآية اللي كان التعقيب على قصة الزيور في طريق السلام اللي قبل الآية الأخيرة تحدثت سيها حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصون كلمة استيأس كذبوا يعني في عليها أي حديث نعم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء طيب أولا حتى إذا استيأس يعني هي الآية تحدث عن قانون يعني أساسك تعقيب على قصة الزيور عليه السلام نعم هو الآية اللي قبلها إيش هو الآية اللي قبلها إيش وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا فالكلام عن الرسل السابقي بعدين حتى إذا استيأس الرسل ولاحظ أنه هون أنه إحنا لاحظنا كيف ختم يوسف عليه السلام كيف ختم يوسف عليه السلام ربي قد أتيتني ثم الكرآن ختم القصة كلها بإيش تعقيبات لأنه هو أصلا المقصود العبرة والمقصود الدروس العبرة والدروس لكن في التوراة ما فيش منه هالكلام وكان يجب أن أقول على وجه السرعة وتأذنوا لي الآن أنا أقول على وجه السرعة أنه عارفين كيف ختمت قصة يوسف في التوراة أنه لما الشعب لما الشعب بيجوع في سنوات القحط شعب مصر بالذات بيجوع وبأتي إلى يوسف بيبيعهم بيع لاحظوا بيبيعهم بيذهبهم وفضتهم طيب ثم مش هي على فكرة المجاعة استمرت 7 سنين معناته الشعب لما أحس بالمجاعة جاء وبيعرف أنه الآن يوسف عليه السلام عنده فباعهم الميرة والطعام بالفضة والذهب طيب ما ظلش في الضوة والذهب عارفين شو بيبيعهم بيأخذ دوابهم كلها أغنام الدواب شو بتتصوروا الدواب مقابلوا الطعام طيب لمن بيأخذها الذهب والفضة بيأخذها لخزنة فرعون طيب والأنعام والدواب والأحصنة والأخير هي اللي بدوا مشان يطعمهمها جماعة بدهم موت ما هي أصلا الدواب حتى بقدرواش يطعموها مش هيك فبأخذها وهاي تكون لمين لفرعون طيب طيب جعوا بعدين لا معهم الآن ذهب ولا فضة ولا عندهم دواب فلاحظة انتو والأرض شوفها أرضكم تصبح لفرعون أرضكم تصبح لفرعون أرض مصر كلها لفرعون طيب طيب في الأخير لا في ذهب ولا في فضة ولا في مواشي والأرض كلها صارت لفرعون طيب قال كاتشو قال بتصيروا عبيد للفرعون بشان يطعمهم بتصيروا عبيد للفرعون أنا بستغرب أنه ناس بتقول أنه هذا دين هم بيقرأوا يعني طيب هو كائن القصة قصة كلها كائن القصة كلها و الله سبحانه وتعالى جعل الملك يرى وجاء يوسف وفسر مشان يوسف عليه السلام ييجي في النهاية يستعبد الأموال والأراضي والمواشي والناس كلها عبيد لفرعون طيب وخلصت القصة طيب إيش العبرة ولذلك تستغربوش تستغربوش أنه هذول اللي قاعدين بيسركوا وخصوصا عندنا هون في فلسطين قضية اليهود اليهود تستغربوش معناته أنه ما بأنبو ضميره لما بنهب أموال الناس وديارها وإيه الآخر طيب ما هايو ما هايو العبرة عنده هاي العبرة عنده يوسف وبيجير كل شيء لفرعون يش هذا طيب يش العبرة يتضلوا يقولولي والناس اللي بيقولوا هذا الدين من عند الله الآن هذا من ضمن التفريق بين قصة وقصة شوفوا كيف يوسف عليه السلام في القصة الكرآنية في الآية مية أو كل القصة حتى وكيف ختمها يوسف في الكلام ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الإحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليجي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين هذا همه هون همه كله يصير عبد الفرعون طيب ثم القرآن كيف عقب وعطاق دروس تمام لقد كان في قصصهم عبرة عبرة لأوليه على الباب وعفكرة اللب اللب عفكرة هو مش بمجرد العقل العقل الخالص من الشوائب هذال العبرة مين اللي بخذها عفكرة مين اللي بخذ العبرة هو أصحاب اللب يعني هو لب لأنه كثير اليوم من العقول المشوشة واللي داخلها شوائب هذي مش لب ممكن نكون عقل بس ماهوش لب أيوا لأنه اللب هو عفكرة المنطقة المستخلص الخالص من الشوائب اللب لذلك هذول الناس اللي ما في اللي مش مدنسة تفكيرهم ولا مشوش ولا في شوائب من هون ومن هون فلسفات وغيرها وانحرافات ها لا هذا عبرة لمن للباب تمام فهون إذن إذن المقارنات نقول لك أنه القرآن أخذ عن التوراة شو يأخذ القرآن عن التوراة ليش يأخذ ليش بترك قاعد بترك 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 هذا ها بتجد الكلام الآن اللي فعلا يدل إذا بتقوله وحي وإذا بتقوله الرب هايو مش هون طيب فإذن نرجع لموضوع stay us stay us هناك من كثير من أهل التفسير وأهل اللغة يقولون إنه استيأس فيها معنى المبالغة طيب المبالغة في اليأس المبالغة في اليأس المبالغة زي استجاب استجاب فيها السين والت في مبالغة في إيش في الإجابة طلبت منه فأجابك استجاب هذه فيها مبالغة لكن يبدو أنه القضية لا لأنه أصلا هذا صيغة استفعل من أهم معانيها الطلب من أهم معانيها الطلب زي مثلا استمطر استغفر استغفر طلب المغفرة استمطر هم بطلب المطر مش زي استجاب اللي فيها تأكيد وفيها مبالغة تمام هون لا هون فيها طلب فهي تشبه تشبه استغفر وبتشبه استنجد طلب النجدة وستمطر هون بيصير فيه بيجوز فيه إشكال لأنه مرات على فكرة حتى نقول أنه هل هي من باب كلنا أنه استفعل هذا أكثر أبوابه طلب الصيغة هاي طب كيف بدهم يطلبوا الياس كيف بدهم يطلبوا الياس كيف بدهم استيعس الرسل أيوة احنا كنا نستخدم فكرة في العامية عندنا لما واحد بندفع اندفاع شديدة منقول استقتل استموت لا هون غير لاحظ استقتل يعني شو استقتل اندفع اندفاع كأنه بطلب القتل اندفع اندفاع كأنه بطلب الموت يعني بكل استموت استموت طيب فهون الرسل شو بيعملوا على فكرة الرسل بيبذلوا كل جهدهم بشكل كبير وشديد الى درجة انهم كأنهم بطلبوا يا يأس اذا كنت موجود بيّن يعني هم كأنهم بدهم يعني كيف هاي الامة هم بيبذلوا كل جهدهم في دعوة الامة ويستمروا ويستمروا الى درجة ايش انه اللي امامهم الامة كيف لما نوح شقال نوح عليه السلام انه لن يؤمن من قومك لا هو هو شقال لا تذر على عرضنا الكثير انهم انك انتذرهم ويضلوا عبادك ولا يلدوا ولا يلدوا الا فاجرا كفارا معناته بالنسبة لنوح استمر عليه السلام حتى ايش شافها ايش انه هادو لا يمكن يؤمنوا اطلاقا اذا هو شو معنى استيئاس هو بذل الجهد بحيث يريد مش انه ينصرف وفي امل شوفها مش ينصرف وفي امل لا بده ينصرف عن دعوتهم ايش لما يرى الياس منهم كيف لما نقول نمر على واحد هو بوعظه من كله نسى نسى احنا بنعرفه هذا ان معا عشرين سنة هذا ما يؤوس منه ما يؤوس منه هم يأس بدهم اذا هم بطلبوا على فكرة يعني قبل ان يروا المعالم اليأس بيستمروا الانبياء وهيك لازم يكون الدعاء الدعاء قبل ان يروا علامات اليأس يستمروا لانه ممكن حتى تصيروا امامهم هيك صخرة خلاص انا ما لي ايو لا يلدوا الا هاي مجربهم تسعمية وخمسين سنة مجربهم نوح عليه السلام تسعمية وخمسين سنة حتى اذا معناته تصوروا هالصبر هذا استيئس الرسل استيئس الرسل وظنوا ايوة مش استيقنوا على فكرة بس هون غلب الظن وظنوا غلب علي على ظنهم غلب على ظنهم لانه حتى لو وصلت انت كبشر الى اليقين مش معناته انت بكون يقينك صحيح فانت تبني اصلا مرات على غلب الظنك انه لمن كلهم اتركوا هذا ما يقوس منه بجوز نتفاجئ بعد شهرين واذا به بسبكهم في الايمان ما كناش انت انت مطلوب انك غلبة الظن لانه ظن الظن اشكاله الوان هون واضح انه المقصود غلب على ظنهم وظنوا لانه بعض العلماء بيقول ايكنوا لا مش هو ايكنوا هون ما فيش شي اسمه ايكنوا ظن واسألوه ظن منهم ما هو في الاحكام عندناش يقين بنوخذ غلبة الظن انت منزم بغلبة الظن اذا فيش يقين اذا فيه يقين ما بجوز لك غلبة ظن يعني غلبة الظن مقبول وانت لما يكون فيش يقين في الاحكام الشرعية بقصد لادلة فيه يقين ما فيش غلبة الظن اصلا فيه يقين الظن لا يغني من الحق ايش لما يكون الحق يقين طيب هون وظنوا انهم قد كذبوا شوفها وقرئات كذبوا كذبوا مفهومة بس خلينا اوضح كذبوا اللي هي تشبه كلمة خذلوا وظنوا مشان مشان نقرب المعنى وظنوا انهم قد خذلوا مين اللي خذلهم كذبوا مين اه انهم الناس المدعوين طيب هم كيف خذلوهم المدعوين خلينا اوضح القضية الان لان هاي اللي بتستشكل والعجيب احيانا في كتب التفسير في شغلات مش مقبولة بدناش نشوش في ذكر بعض شوفوا جاء انسان بذل كل جهده هذا مثال المادي بذل كل جهده في ارضه سمد وحارث وساقى وكل شي وبدو ينتظر الان ايش بدو ينتظر ايش المحصول واذا بها بعد شهرين ثلاث محل هذا الرجل على فكرة جهده كذب لان شو هو الكذب اصلا شو هو الكذب اصلا الكذب اللي يقابله الصدق مخالفة الواقع مخالفة الحق طب والصدق موافقة الواقع وموافقة الحق اوضح هل كنت لما واحد بيخبر بخبر اذا كان صادق بيكون مطابق مثلا لما يقول جاءنا بخبر وقال حصل اليوم كذا 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 فاذا فاذا كلامه مطابق الواقع اكتشفنا شو منسميه صدق واذا كلامه مخالف الواقع شو منسميه كده هذا في قوله لكن مرات الصدق او الكذب بيكون اش قول بيكون عمل بيكون موقف فبتقول ايه يعني كنت حاطت انت لحظة كنت حاطت انت ثقتك فيه واذا بهي بيخذلك هذا كذبك اللي كنت تظن انه كنت تظن وانت الارض هاي اللي كنت كذا شو ظنيت فيها ايش بعدين كذبتك شو يعني كذبتك خذلتك فبالتالي ولذلك القراءة اللي حفصه رواية حفصه غيره مشك في اللي هي مثبتة الان في المصحفة وظنوا انهم قد كذبوا وكذبوا وكذبوا والحقيقة انا ارى انه الظن في كذبوا الظن في كذبوا ليس كالظن في كذبوا ليش لانه لانه اذا كذبوهم بشكل واضح وين الظن هو كذب وكلاك انت مش رسول اه بس ممكن يحصل هذا مع البعض مش في كل المجتمع لانه مرات في المجتمعات المدعوة في ناس بكون ايش ساكتة مين اللي بيكذب عفكرة وبيحمل الراية الملأ وباقي الناس ساكتة بعض الانبياء عفكرة ممكن كلك هذي الناس ساكتة خايفة خايفة من الملأ وبيكلك يعني بلكها خلينا نغرس فيهم خلينا 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 بعدين بتفاجعوا ايش بيبلغ فيهم بيبلغ فيهم انه غلبت ظن لا دولة دولة هذا المش زي ما كنا متصورينهم معنهم امي ما كلقش انت كنت ما امنوش وجوز خايفين كثير على فكرة في مجتمعنا ومجتمعات العربية الإسلامية اليوم نتيجة الطغاة فيه القاعدة العامة انت كتتظنها كتتظنها يعني انه خايفة عشان هيك مش عم بتقول كلمة الحق بيوصل فيك درجة مراء في بعض الأحداث انه يغلب على ظنك لا هذول هذول خذلوك واثريته مش مثل ما بالظن فانت كذبت من قبلهم خذلت خذلت من قبلهم من قبلهم وظنوا انهم قد كذبوا ما بلزمش على فكرة يعني اذا انه لو كان التكذيب واضح وصريح وهذا بيكون من جزء من الناس ها ثم الذي كذبك ايضا كذبك الذي كذبك كذبك لانه لو وكلنا اذا شو هو الصدق مطابقة الواقع ومطابقة الحق شو هو الكذب مخالفة الواقع مخالفة الحق هذا فيما يتعلق بارك الله فيك طب في ختام هذه الدورة الله دعا فيك يعني ايش وجه بسالة من الاخوة كانوا مشاركين ومشاهدين نعم بارك الله فيكم نعم قلنا انه هاي الدرس اذا صح تعبير درس او اللقاء الخامس في ايجابة الاجابة عن الاسئلة المتعلقة بثورة يوسف واحنا كما قلنا يعني اكيد في اسئلة اخرى الوقت لم يتفسع لاجابتها او الاجابة عنها اه وبهذا تنتهي دورة علوم الكرآن وان شاء الله في المستقبل لعلنا يعني نفكر في عقد دورة في المستقبل يعني ليس بالضرورة يكون قريب دورة اخرى في علوم القرآن هي دورة علوم القرآن طبعا بتعطي مبادئ اساسية مبادئ اساسية لفهم ومعرفة ماذا نقصد ب علوم القرآن ولكن يا شيخ بدي افاجأك في في الاجابة الان باني بدي انحرف شوية عن موضوع سورة يوسف واقول للناس خصوصا اليوم بكثر الكلام اه يا شيخ شو بالنسبة لموضوع اللي قلته انت بالنسبة لزوال اسرائيل هذا اولا بالنسبة لي انا على ما انا عليه من ثلاثين سنة وبالعكس الابحاث تتعزز طيب اثنين يعني مية بالمية يا شيخ لا والله هاي مية بالمية انتو بتخترعوها انتو بتخترعوها انا ما قلت مية بالمية بس كلت خمسة وتسعين في المية قلت يعني لا يكون صارت اربعة وتسعين لا والله هي بجوز ستة وتسعين الان مثلا مش طيب وايش كمان يا شيخ قال هاينا مننتظر شهر ثلاث يا سبحان الله شو يعني شهر ثلاث اول ثلاث انا قايل يعني من اول ما بيجي اول ثلاث خصوصا انه والله شباط ثمانية وعشرين مشكلة لما بيجي اول ثلاث ايش يعني احنا كلنا 2022 تلتقي مع 1443 لما تروح 1443 وحتى لو بقيت 2022 معناته لم يصدق التوقعات لما تنتهي اما في ناس كثير عم بقول لك بدنا نشوف اول ثلاث ايش اول ثلاث احنا كلنا مش قبل ثلاث مش بعد ستة وحتى ممكن نمدد لكم اياه ونقول لكم مش بعد سبعة مش قضية يعني نهاية 1443 وفي ناس بظنوا اني انا ميخذ زوال اسرائيل مقاولة انا ميخذها مقاولة بقولوا لي وين يا حصر طيب انتوا دفعتوا دفعتوا لي يعني عمركم شفتوا مقاول مش دافعينه وتسعلوه وانا التقي ان شاء الله واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين مبارك الله فيكم اشتركوا في القناة شكرا